بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نأتي إلى آخر دروس علم البديع ومقرر البلاغة لطلبة كلية الشريعة ونستعرض فيه ما تبقى من المحسنات البديعية اللفظية وهي السجع والموازنة والقلب السجع هو تماثل الفاصلتين في النثر على حرف واحد شريطة أن يبتعد عن التكلف والتكرار وأن تكون الألفاظ خفيفة غير مستكرهة والمعاني مستدعاة مطلوبة وهو على ثلاثة أضرب الضرب الأول هو السجع المرصع وهو اتفاق ألفاظ الفقرتين وزنا وتقفية كقوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود فنلاحظ هنا أن ألفاظ سدر وطلح وظل تتفق في الوزن وألفاظ مخضود ومنضود وممدود تتفق في الوزن وفي التقفية فجميعها هذه الألفاظ الثلاثة مخضود ومنضود وممدود على وزن مفعول وأيضا جميعها ينتهي بحرف الدال بحرفي الواو والدال وجميعها ينتهي بحرفي الواو والدال وهذا معنى قولنا اتفاق ألفاظ الفقرتين وزنا وتقفية وزنا وتقفية ومن ذلك قول البستي ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا فإقدامك وإحجامك يتفقان في الوزن إفعالك على وزن إفعالك ويتفقان أيضا في القافية التي تنتهي بالميم والكاف وهنا تنتهي أيضا بالميم والكاف وكذلك اللفظان توكلا وتأملا يتفقان في الوزن تفعلا ويتفقان أيضا في القافية التي هي اللام والألف النوع الثاني من السجع هو السجع المتوازي وهو اتفاق الفاصلتين وليست الألفاظ كاملة وإنما اتفاق الفاصلتين فقط والفاصلتان هما الكلمة الأخيرة من الفقرتين إذن هو اتفاق الفاصلتين وزنا وتقفية كقوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة هنا السجع قائم بين مرفوعة وموضوعة فكلا اللفظتين على وزن مفعولة وأيضا تنتهيان بقافية واحدة هي الواو والعين والتاء المربوطة النوع الثالث من السجع هو السجع المطرف وهو ما اتفقت فاصلتاه أيضا نتحدث عن الفاصلتين أي عن الكلمتين الأخيرتين في الفقرتين ولا نقصد كل الألفاظ إذن هو ما اتفقت فاصلتاه في التقفية دون الوزن وهنا في التقفية دون الوزن كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار فالقافيتان فالفاصلتان وقار وأطوار تتفقان في القافية الألف والراء والألف وهنا ألف راء ألف لكنهما لا تتفقان في الوزن فوزن وقار هو فعال ووزن أطوار هو أفعال المحسن اللفظي الرابع هو الموازنة والموازنة هي اتفاق الفاصلتين في الوزن دون التقفية في الوزن دون التقفية كقوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة هنا الموازنة بين كلمتي مصفوفة ومبثوثة التي تتفقان في الوزن فوزنهما مفعولة ولكن القافية مختلفة فهذه قافيتها الفاء وتلك قافيتها الثاء ومن ذلك قول البحتري يمدح الفتح بن خاقان ويصف مبارزته للأسد قائلا فأحجم لما لم يجد فيك مطمعة وأقدم لما لم يجد عنك مهربة فالفاصلتان مطمعة ومهربة تتفقان في الوزن دون التقفية تتفقان في الوزن دون التقفية فوزنهما مفعلا ولكن قافيتهما مختلفة إذ هذه قافيتها العين وتلك قافيتها الباء المحسن اللفظي الخامس هو القلب وهو بناء الكلام بحيث لو قرئ من آخر حروفه إلى أولها لم يتغير بنائه كقوله تعالى وربك فكبر وربك فكبر نقرأها من اليمين إلى اليسار ربك فكبر ونقرأها من اليسار إلى اليمين ربك فكبر وكذلك قول الشاعر مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم إذا قرأناها هذا البيت من اليمين نقرأه ما مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم ونقرأه ونقرأه كذلك من اليسار إلى اليمين مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم المحسن البديعي اللفظي السادس هو التشريع والتشريع هو بناء الشعر على قافيتين يصح الوقوف على أي منهما دون اختلال المعنى كقول الشاعر اسلم ودمت على الحوادث مارسا ركنا ثبير أو هضاب حرائي ونل المراد ممكنا منه على رغم الدهور وفزبط بقائي يمكن قراءة هذين البيتين على قافية أخرى إذا حذفنا قافية الهمزية هنا تقرأ على قافية أخرى هي قافية الراء في ثبير والدهور فيقال اسلم ودمت على الحوادث مارسا ركنا ثبير ونل المراد ممكنا منه على رغم الدهور الفن أو المحسن البديعي اللفظي السابع والأخير من بين هذه الفنون المنتقى هو لزوم ما لا يلزم ولزوم ما لا يلزم هو أن يلزم الشاعر نفسه بما ليس شرطا من شروط الشعر وما ليس شرطا من شروط استقامة القافية وعرفه هنا البلاغيون بأنه التزام ما يتم السجع بدونه وهنا التزام ما تنتظم القافية بدونه قبل الروي في الشعر والفاصلة في النف كقول الشاعر سأشكر عمرا أن تراخت منيتي أيادي لم تنمن وإن هي جلتي فتن غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا نعل زلتي رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قضى عينيه حتى تجلتي وهنا ما لا يلزم هو حرف اللام هذا في كلمتي زلتي وتجلتي حرف اللام هذا ليس شرطا من شروط إقامة السجع ولا شرط من شروط استقامة القافية هنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد ونتمنى لأبنائنا الطلبة جميعا التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته